الاستغفار عند أهل الله وعند أهل التربية وعند الخواص من عباد الله اعتراف بالهوية الاستغفار عندهم إفصاح عن العبودية واعتزاز بالربوبية ربوبية الله تبارك وتعالى المستغفر يقف بين يدي ربه معترفا بذنوبه ملتمسا من بركات ربه وأنوار ربه فليس هو خاصا بالمذنبين هو لكل مؤمن على يقين فالاستغفار لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر دبور كل صلاة ننهي الصلاة ونستغفر هل كنا في معصية حتى نستغفر؟ لا ولكن علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بعد الصلاة لدروس منها أولا لجبر النقص والخلل الذي يحصل في العبادة فنحن يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك من ذا الذي أتى بالعبادة على الوجه الأمثل وأكمل لا يوجد ولكن نستغفر الله بعد العبادة لكي يتقبل منا ربنا ولكي يجبر الخلل والنقص والتقصير ففي أعمالنا من التقصير ما لا نحتاج معه إلى معاصي لذلك الاستغفار علامة العبودية لله تبارك وتعالى نستغفر بعد العبادة أيضا حتى لا يكون لنا حض نفس في العبادة النفس قد توسوس لصاحبها أنك على خير وأنك عابد وأنك زاهد فإذا ما استغفرنا بعد العبادة نأمن من شر النفس ونعلم أننا محتاجين أننا دائما في حاجة إلى عفو الله وحلمه حتى قال حكيم الصوفية الإمام بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه في حكمه أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته في حالة العبادة يكون الإنسان في حالة يهدد فيها من قبل النفس أن يدخله الغرور والغرور يفسد الطاعات الاستغفار إذن حصانة وحماية وهو لكل المؤمنين وهو ثمرة عظيمة لعلاقة العبد بربه بعلاقة صادقة مع الله والله تعالى يجيب دعاء المستغفرين